عقد وزير البترول والثربة المعدنية كريم بدوي جلسة مباحثات مع باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتل انرجايز العالمية بمقر الشركة في باريس وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح سيسي في القدرة الساعة عشر للفرانكفرني والتي تنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال يومي الرابع والخامس من أكتوبر شهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال والفرص المتاحة للاستثمار في قطاع البترول وخطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر بالبحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي وسبول تحسين وزيادة معدلات الإنتاج من الغاز بمنطقة تنمية باشروش بالبحر المتوسط كما ناقش سبل الاستفادة من الفرص الجيدة المتاحة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي وذلك في ضوء المزايدة العالمية الجديدة